نتذكر أنه على سوريا منذ بداية الأزمي 2011 كانت أكثر من دولة عربية بالوكالة كانت دول 82 دولة بالوكالة من حرب في سوريا ودعم الإرهابين والآن عندما تم القضاء على هذا الإرهاب وتكنيسه من الأراضي السورية ومحاصرته في نقطة واحدة ترامب لربما يبحث عن بديل ولكن هذا البديل من الدول العربية بالأمر الصعب أن تتواجد جيوش عربية على أرض يعني يعتبر كاحتلال فهناك التركي ماذا سوف يعمل مع هذه الجيوش العربية هناك العراقي الذي أيضا له سيادة على الحدود مع سوريا هناك الإيراني أيضا الذي متواجد على أراضي السورية وهناك عداوة يعني أنت كما تقدم البط إلى الرصاص إلى الصيادين وهذا أمر سيكلف الجيوش العربية إذا كانت في جيوش عربية دعنا نتذكر جيدا أن الجيوش العربية في الدول التي كانت يعتمد عليها انهكت وما بقي اليوم يعني السعودية هي لا تستطيع أن تعالج ملف يمني بسيط وتنال الصواريخ البلستية منه كل يوم فكيف يستطيع أن يذهب هذا السعودي ويحارب في سوريا وبالعكس إذا أتى لهناك نحن نرحب به لأنه سوف يعني يرجع إلى كما تفضل المعلم بالتوابيت كلهم هدول فأنا أرى أنه ما يريده ترامب هو إشعال الفتنة ربما إذا كانت هناك أنه كان الحديث ووحدة عربية لا ليس وحدة عربية وحدة عربية لن تكون ولكن الجامعة العربية تحدثت أنه ربما تعود سوريا إلى الجامعة العربية وهو يريد إشعال الفتنة